هذه أبرز العناوين معين الشعباني نهضة بركان كان قادرا على تسجيل أكثر من هدفين عجل الزمالك يتخذ قرارا صادما ويعترض بعد الهزمة ضد نهضة بركان رد حاسم من الفيفا في أزمة الشيبي والشحات والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس معين الشعباني نهضة بركان كان قادرا على تسجيل أكثر من هدفين قال التونسي معين الشعباني مدرب فريق نهضة بركان أن مواجهة الزمالك في ذهب نهاء كأس الكاف أوفت بوعودها بعدما انتهت المباراة بنتجة هدفين لواحد لصالح ممثل الكرة المغربية واتحدت الشعباني عن أطور المباراة خلال المؤتمر الصعف قائلا انتهى الشوط الأول في المغرب وهناك شوط أخر في القاهرة يوم الأحد المقبل وأضف فريق نهضة بركان كان قادرا على تسجيل أكثر من هدفين في الشوط الأول وفريقي قدم مباراة جيدة أمام منافسين كبير وأتم نتيجة الفوز بهدفين لواحد تخدم الفريقين ولكن في النهاية فريق نهضة بركان فاز بالمباراة ويحتاج فريق نهضة بركان لنتجة التعادل السلبي من أجل الفوز بلقاب الكونفيدراليا للمرات الثالث في تاريخها في المقابل يحتاج الزمالك للانتصار إيابا بنتجة هدف لسفر للتتويج عاجل مدرب الزمالك يتخذ قرارا صادما ويعترض بعد الهزمة ضد نهضة بركان اعترض أندري بيك المدرب المساعد للبرتغالي جوزي جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك على حكم اللقاء وذلك بعد الهزمة أمام نهضة بركان في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن المباراة النهائية لمسبقة كأس الاتحاد الأفريقي وفور انتهاء المباراة اتجاه أندريك بيك المدرب المساعد للبرتغالي جوزي جوميز المدير الفني لفريق الزمالك اتجاه إلى وسط الملعب وذلك من أجل الاعتراض على بعض القرارات الخاصة بحكم اللقاء عقب الهزمة أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي ببركان مساء أمس رغم أن الحكم لم يقوم بأي خطأ غير مجرية المباراة رد حاسم من الفيفا في أزمة الشيبي والشحات علق محمد شيرين رئيس لجنة الاندباط في الاتحاد المصري لكرة القدم على الأزمة المشعلة حاليا بين النجم المغربي محمد الشيبي المحترف في صفوف بيراميدز المصرية ولاعب الأهل حسن الشحات وقال محمد شيرين في بيان رسمي أصدره الاتحاد نقله موقع المصري اليوم لا صحة للبات في قضية الشيبي والشحات ولا زال الأمر تحت الدراس بعد وصول رد من الفيفا أكد فيها أنه شأن داخلي ولا علاقة لهم بها وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطابا للفيفا للاستفسار عن مدى قانونية لجوء اللاعب المغربي محمد الشيبي ضد حسن الشحات في المحاكم المدنية بعد أزمة الطرفين في مباراة الدور المصري بالموسم الماضي وكان الدولي المغربي محمد الشيبي قد دفع عن نفسه أمام لجنة الاندباط باتحاد الكرة المصري في أزمته مع حسن الشحات لعب الأهلي حيث قال أنه سبق وتعارض للاعتداء أثناء مباراة السوبر المصري في الإمارات من جانب ثلاث لاعبين من لاعب الأهلي من بينهم حسن الشحات ومع ذلك لم يتخذ نفس الخطوة لأن ما حدث كان أثناء المباراة ويندرج تحت بند السلوك غير الرياضي وكانت أزمة الشيبي والشحات وقعت في نهاية مباراة الأهلي وبراميدز في نهاية موسم 2022-2023 وظهرت الكاميرات مقطع فيديو للاعب الأهلي وهو يصفع ظاهر بيراميدز على وجهه بعد نهاية اللقاء عبد الحميد الصابر يتلقى أخبارا صرة عرفت التشكيلة المتالية لمباراة الجول الواحد والثلاثين من دور روشن التي أجريت خلال الأسبوع الجاري تواجد الدولي المغربي عبد الحميد الصابر لعب فريق الفيحة السعودي واختير عبد الحميد الصابر ضمن التشكيلة المتالية للجولة الثانية من دور روشن إلى جانب عشرة لاعبين أخرين من أنذية مختلفة وذلك بعدما تألق في المباراة التي اتعادل فيها فريقه أمام الفتح بهدفين لهدفين وفقا لموقع سفاكورة المتخصص بالأرقام والإحصائيات وتحدث التقارير صافية في وقت سابق أن عبد الحميد الصابر نجم نادي الفيحة السعودي بتقريبا مرة أخرى من العودة إلى أصود الأطلس بعدما غاب عنهم خلال الفترة الماضية وأوضح المصدر ذاته أن ريقراجي بات مقتنعا بضرورة إعادة الصابر إلى الصف في المنتخب المغربية في الوقت الذي كان فيه مطالبا بالتألق في الفترة المقبلة مع الفيحة قبل حلول معسكر الشهر يونيو المقبل من أجل العودة إلى الصف في أصود الأطلس أيوب الكعبي في طريقه لتغيير الوجهة وإدارة النادي التتحرك يواجه نادي أولمبياكوس اليوناني تحديا في إقناع المهاجم المغربي المتألق أيوب الكعبي بالبقاء ضمن صففه لما بعد الموسم الجاري ويقترب عقد الكعبي من نهاية حيث يتبقى أقل من 45 يوما على انتئائه في الثلاثة من يونيو 2024 ومع ازدياد اهتمام به من قبل أندية أخرى يبدو أن مستقبله مع أولمبياكوس صغير مؤكد أيوب الكعبي الذي لفت الأنظار بأدائه المتميز في الدوري اليوناني ودوري المؤتمر الأوروبية أصبح هدفا للعديد من الأندية العربية والأوروبية التي تتطلع للتعاقد معه كلعب حر في الصيف المقبل ووفق للتقارر يتوقع أن تكون هذه الفترة هي الأخيرة لهم عن نادي اليوناني ومن جهة أخرى أفد موقع وينوين بأن وكيل أعمال الكعب تلقى عروضا رسمية من أندية سعودية مهتمة بضمها كما أشارت المصادر إلى أن أداء الكعب المبهر في مباراة أولمبياكوس ضد أسطن فيلا حيث سجل خمسة أهداف قد زاد من قيمته الفنية مما جدب اهتمام أندية إسبانية أيضا الكعب حقق إنجازات ملفتة هذا الموسم بتسجيله خمسة عشر هدفا في المصابقات الأوروبية وهو رقم قياسي للاعب إفريقي في موسم واحد وفي الدورة اليونانية سجل خمسة عشر هدفا في واحد وعشرين مباراة مما يؤكد مكانته كأحد أبرز الهدفين في المصابقات الأوروبية لهذا الموسم يوسفانساري معارض لعقوبة التوقيف بسبب تصريح مفاجئ أفد التقارير صعفي إسبانيا بأنه من المتوقع أن يخضع يوسفانساري مهاجم المنتخب المغربي ونادي إشبيليا الإسبانية لعقوبة من قبل لجنة الاندباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم يأتي هذا الإجراء أحلى خلفية انتهاك اللاعب للوائح المنافسة وإصداره تصريحات تشاكك في نزاهة التحكيم بعد هزيمة فريقه أمام فياريال بنتجة 3 لإثنين وأعرب يوسفانساري عن اعتقاده بأن الحكم المسؤول عن المباراة كان متحهزا لصالح فياريال مشيرا إلى أن هناك دولمان تحكيميا في الدور الإسباني يجب على الاتحاد الإسباني معالجتها وتشاهر لجنة الاندباط التابعة للدور الإسباني بعدم تصامحها مع الانتقادات التي تستهدف المنافسة أو أي من الهيئات التابعة لها حيث تحط اللاعبين على التركيز على مستويتهم داخل الملعب والابتعاد عن الإدلاء بتصريحات قد تتير الجدل وعلى الرغم من تقدم انصر لأداء متميز مع نادي إشبيليا في الليغا إلا أن مستوى شهيد تراجعا ملحوظا خلال مشاركاته الأخيرة مع المنتخب المغربية